كشفت النشرة اليومية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن نجاح الجهود الحكومية المتواصلة خلال الفترة من الأول وحتى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الحالي في الإفراج عما قيمته خمسة مليارات دولار من البضائع الموجودة بالمواني من أصل بضائع قيمتها نحو أربعة عشر مليار دولار كانت قد تراكمت وأكدت النشرة أن هذه الإفراجات دليل على أن الحكومة لديها ما يكفي من العملة الصعبة ما مكنها من التدخل لاتخاذ إجراءات لإتمام هذه العمليات في فترة وجيزة مشيرة إلا أن تلك الجهود أحدثت صدمة للسوق الموازي وكبدت المضاربين على الدولار خسائر كبيرة